انصحبت إسرائيل من غزة عام 2005 لكن حاصرتها وأعلنتها كيانا معاديا بعد سيطرة حماس عليها في يونيو 2007 نهاية ديسمبر 2008 شنت إسرائيل حربا على القطاع أطلقت عليها اسم عملية الرصاص المصبوب استمرت 23 يوما وأدت إلى مقتل أكثر من 1400 فلسطيني و13 إسرائيليا بعد أربعة أعوام اندلعت حرب جديدة على غزة في نوفمبر 2012 وأسمتها إسرائيل آنذاك عمود السحاب واستمرت ثمانية أيام قتل فيها نحو 180 فلسطينيين و6 إسرائيليين بعدها بعمين تقريبا في يوليو 2014 أطلقت إسرائيل عملية أخرى أسمتها الجرف الصامد استمرت 51 يوما وخلفت ما يزيد عن 2300 قتيل فلسطيني و72 إسرائيليا في نوفمبر 2019 استهدفت تل أبيب قائدا في سرايا القدس فاندلعت مواجهات بين الفصائل والقوات الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 34 فلسطينيا فيما لم تعلن تل أبيب عن خسائرها آنذاك عام 2021 وبعد استلاء مستوطنين على بيوت في حي الشيخ جراح انطلعت مواجهات تحولت إلى حرب أسمتها تل أبيب حارس الأسوار ليقتل نحو 250 فلسطينيا وفي أغسطس 2022 استهدفت إسرائيل قياديا في سرايا القدس تحت اسم الفجر الصادق وبلغ عدد القتل في هذه العملية 24 فلسطينيا بينهم 6 أطفال لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر